وصفة اليوم سوف تكون خبز البيجل المشهور في ألمانيا و أمريكا لدينا سبيسيال وطريقة تحضيرها بثاف سهلة استعملت البولتع بيتخان حتيت ضربة 140 ملل حليب ومخلط مع 140 ملل حليب مغرفة صغيرة خميرة مع 1 حليب بودرة مغرفة كبيرة عسل 460 جرام فارينة ماما لا تي 55 الخاصة بالمخبوزة 40 جرام حليب مغرفة صغيرة تعلم نعجل مدة 10 دقائق سرعة تكون متوسطة ونخلي عجنتي تخمر مدة 40 دقائق نشكل كورات بحجم 50 جرام بعد مرة 10 دقائق من التشكيل الأولي سنشكلها بهذه الطريقة بصبع يبرك سنضع تقبة في الوسط وبعد نبدأ نفتح فيها باش نكبر الفتحة نخلي خبيزاتي خمر مدة 30 دقائق هاد المرة ونكون غليت الليترات على الماء ونحط عليها مغرفة كبيرة تعالبيكاربونات ما بقى لي غير نغطس خبيزاتي بس أحبة بحبة ندير 30 ثانية من كل جهة ومباشرة للزرارة اللي أنا نموت عليهم هنا عندي مزيج من زرارة وعندي البافو الزيغة كتو منحطهم في السينيوة ونطيبهم في فرن مسخ من قبل على 200 درجة مدة 15 دقيقة ريحدهم تهبل قولوا لي صح صح ماشي تشبهوا للمخافز داع الخارج وبكل تواضع جو هايلين شكلا ومداقا تقدروت عمران بوش حبيتو تجربوهم وعطوني رايكم ونقول لكم ماذا تغسط ان شاء الله سلام ترجمة نانسي قنقر